موسيقى السلام عليكم أهلا بكم مشاهدينا ونظرة على الأسواق العربية والعالمية وكذلك أسعار النفط والعملات والمعادن نبدأ مشاهدينا الكرام بالقاهرة على ارتفاع بواحد وعشرين في المئة بواقع مئة وتسعين واربعين نقطة قبل إغلاق اليوم الأردن على انخفاض بعشر في المئة بواقع نقطتين بيروت انخفاض الدار البيضاء يصعد المؤشر بسبعة عشر في المئة في الأسواق الأخرى السعودية مازالت على انخفاض بثلاثة عشر في المئة بواقع ثلاثين وعشرين نقطة قطر ما بين الارتفاع والانخفاض حالة من التذبذب في السوق القطري أما الكويت فينخفض المؤشر باثنين وثلاثة عشر في المئة أبو ظبي على ارتفاع بواحد في المئة بواقع ثلاثين واربعين نقطة أما دبي فتقبع في المنطقة الخضراء بسبعة عشر في المئة سلطنة عمان بعشر في المئة يتجه المؤشر لأعلى في المنطقة الخضراء إذن خسائر قوية منيت بها البورصة الكويتية خلال تدولات اليوم متأثرة بتراجعات شبه جماعية لكافة قطاعات السوق بصدارة العقارات والنفط والغاز والخدمات الاستهلاكية وهبوط أسهم الساحل للتنمية وبيت الطاقة القابضة ارتفع مؤشر دبي بدعم من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات المالية ومكاسب أسهم دبي الإسلامي وتبريد كما أسلفنا بسبعة عشر في المئة المؤشر أنها تدولات اليوم أما قطاع العقارات والبنوك فقد دعم مؤشر بورصة أبو ظبي التي شهدت ارتفاعات بدعم من أسهم بنك الاستثمار وأسمنت الخليج وأنهى المؤشر بواحد في المئة ارتفاعا في ختام تدولات أولى أيام الأسبوع الحالي نتجه الآن لنتعرف في هذا العرض على المؤشرات العالمية وكذلك أسعار النفط والعملات والمعادن ترجمة نانسي قنقر ولمزيد من المتابعة سيد تامر حسن ينضم إلينا الآن هو المحلل المالي أهلا بك نتابع أولا من حالة التذبذب في السوق القطري الإعلان عن الأرباح والنتائج خلال الأسبوع الماضي ست شركات تقريبا من فودافون ودوحة للتأمين ودلالة ودام والكهرباء وصناعات كيف تنظر إلى حالة التذبذب التي تمر بها السوق القطري بالرغم من الإعلانات هذه في ظل وفي ضو حالة ارتباك في قرارات الرئيس ترامب وما يتبعه ذلك من تأثيرات على الأسواق العالمية والخارجية بالتأكيد نتائج أعمال الشركات التي أعلنت الأسبوع الماضي كان لها تأثير مباشر وشاهدناه في نهاية الأسبوع وأيضا في بداية هذا الأسبوع انخفضات كانت في نتائج أعمال هذه الشركات وأيضا التوزعات غير مرضية ربما تأثيرت النتائج أعمال الشركات غير مرضية للمستثمرين ولكن التوزعات تكون إيجابية ولكن جاءت التوزعات والنتائج سلبية أثرت نفسيا على المستثمر أيضا كان في الأسبوع الماضي إغلاق شهري للمحافظ أدى للتراجعات التي شاهدناها انخفضنا أكثر من 400 نقطة بمعدل حوالي 100 نقطة يوميا كان أداء سلبي في البورس القطري الأسبوع الماضي فقد المؤشر عدة مقومات من عند 10900 نقطة و10800 وكانت الأبرز في نهاية الأسبوع عند 10600 نقطة تم قصر هذا الحاجز اليوم نشاد نوع من أنواع الارتدادة الفنية ولكن نتائج أعمال الشركات لها تأثير سربي لأن المستثمر هي هذه الفترة هي فترة جاني الأرباح بالنسبة له وبالتأكيد أن نكون نتائج الأعمال والتوزعات غير مرضية يأتي سلبيا على هذه الشركات ولا ننسى أن من ضمن الشركات ست شركات هي في حوالي كل شركات كيادية صناعات وقهرماء ودلالة من كبر شركات الوساطة في العاملة في السوق القطري طيب فيما تعلق بالسوق الكويتي الأزمة بين الحكومة والبرلمان بطرح الثقة في وزير الإعلام إلى أي مدى قد تؤثر على السوق نشاهد في إغلاقات اليوم إثنين وثلاثة عشر في المائة في المنطقة الحمراء أنهى المؤشر العام في الكويت السوق الكويتي مثل السوق القطري شهدنا نعمل نوع من أنواع الارتفاع وثبات فوق مستبعات ستة ألاف وستمائة نقطة في شهر يناير ولكن جاءت هذه الأزمة التي تضرب بكون عاصفة هي عملية استجواب للوزير الإعلام الكويتي وتهديد من مجلس الوزراء بالاستقالة الجماعية وأيضا رد عليه من البرلمان أدى طبعا هذا حالة من حالات عدم السقة خلال هذه الفترة ألقى بزراله أيضا على المستثمرين وشهدنا ترجاعات في نهاية الأسبوع الماضي وأيضا ترجاعات في جلس التداولات اليوم بالتأكيد عندما تستقر الأمور سوف نعود مرة أخرى انتعاش وارتفاعات في هذه الشركات لأن هذه الشركات التي تم انخفض في السوق الكويتي في جلس التداولات اليوم هي شركات قيادية يعني مرتبطة بالفعل بالحكومة وأيضا فيها لها شركات مرتبطة بعض من مجلس النوات ما الذي يجعل السوق الإماراتي يرتفع ويغارد بعيدا عن الأسواق الأخرى 1% في أبوظبي في المنطقة القدراء و17% في دبي في المنطقة القدراء السوق الإماراتي بدأ عملية جاني الأرباح بدايات قبل الأسواق العربية تأفيلات المحافظة الأجنبية الذي يوم كانت بداية ثم انتقلت هذه الموجة إلى السوق القطري أعتقد أن هذا الارتداد شاهدناها في اليوم عودة مرة أخرى لها تزيل المحافظة لعملية الدخول السباقية أدت للارتفاع التي شاهدناها اليوم وأيضا كما تم هذا الدخول في بداية جلس التداولات اليوم في السوق الأماراتي شاهدناها في فترة المزايدة في السوق القطري أدت لارتفاع المؤشر حوالي 25 نقطة ابقوا معنا سيد تامر حسن مشاهدين الكرام نذكركم دائما بأنه يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتي برنامج البورس على فيسبوك وتويتر فاصل قصير نعود بعده لاستكمال بقية الفقرات أهلا بكم مجددا شاهدت الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا في معدلات الإنتاج خلال الأعوام الأخيرة مما جعلها تتخلف عن المنافسة عالميا تقرير صادر عن البنك الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي يرصد هذه المعوقات ونتابعها على الشاشة إذن بداية هذا التقرير يتحدث وتقرير البنك الدولي والأوروبي كما أسلفنا يستند إلى دراسة مسحية لأكثر من ستة ألاف شركة في ثماني دول متوسطة الدخل التقرير أشر إلى أربعة معوقات تعيق عمل الشركات في أسواق المنطقة أولا الإتراب السياسي وخاصة في كل من مصر ولبنان وتونس واليمن ثانيا ضعف شبكات الكهرباء التي تعد من بين المشكلات الكبرى في خمس دول تفشي ظاهرة الفساد التي مثلت أبرز العوائق في أربع من دول المنطقة صعوبة الحصول على التمويل أيضا من ضمن هذه المعوقات اقترح التقرير عدة حلول لتذليل هذه العقبات وأبرزها مساعدة المصارف على تحسين نظمها المتعلقة بتقييم مخاطر الاعتمان وتوفير الدعم لخطة ضمانات القرود تسهيل الإجراءات الجمهورية لتجيع المنافسة ورفع مستوى الإنتاج والإبداع تحسين منظومة التعليم لتهيئة الأجيال ومدهم بالمهارات التي سيحتاجونها في المستقبل تولي حكومات صادقة ونزيهة تحظى بالثقة وتتبع سياسات واضحة إذن كيف ترى هذه المعوقات وهذه الحلول التي وضعت من قبل التقرير لم يأتي بجديد يمكن إحنا بنعاني من هذه المشاكل بالرغم أن دول الخليج ودولة قطر يمكن تكون بعيدة عن هذه المشاكل ولكن عام 2016 و2015 شاهدنا في تدني في عمليات الربحية لدى هذه الشركات وشاهدنا أيضا في إغلاق بعض المصارف عالميا وأيضا بعض الشركات على مصارف الشرق الأوسط الأزمة السياسية والربيع العربي ألقى بزلالة على بعض الدول أدت لهذه التراجعات أيضا عمليات التمويل يمكن على سبيل المثال مصر لجعت إلى صندوق النجد الدولي في عمليات اقتراض حوالي 12 مليار لتنمية الصناعات الصغيرة وتنمية الاقتصاد يمكن التقرير لم يضيف جديد ولكن هو يمكن أبرز المشكلات العالقة في منطقة الشركة الأوسط شكرا لكي تبقى معنا سيد تامر حسن مشاهدنا الكرام نذكركم دائما بأنه يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتي برنامج البورسة على فيسبوك وتويتر وكنا قد ترحنا هذا السؤال ما هو رأيك في توجه بعض الحكومات لخصخصة شركات قطاع الأعمال والبنوك بترحي أسهمها في البورسة وما هي مقترحاتكم في هذا الشأن بعد الفاصل نستعرض التعليقات نبدأ مشاهدين مع عبد الرحمن شعلان على الفيس يقول الخصخصة تصب في جيب الحكومات زمن الغدر هذا الحساب يسمي نفسه بهذا الاسم من رأيي ترجع كل شيء للدولة كده أفضل ترجع كل شيء للدولة كده أفضل زمان أتذكر كان في أراضي تابعة للدولة ما كان في بطالة ولا جوع ولا فأر ولا محسوبية الحين لما صارت للخواص صارت المحسوبية وكثرت البطالة والفقر ما رأيك في هذا التعليق هو يتحدث ربما عن زمن الاشتراكية أكثر زمن الاشتراكية أكثر يمكن الخصخصة جاءت عكس الاشتراكية للاقتصاد الحر الخصخصة بالرغم لها سلبياتها في دول العالم الثالث ولكن أيضا لها إيجابياتها في دول كثيرة على سبيل المسال بريطانيا وأمريكا شهدت خصخصة منذ بداية السمانينيات وهذه الخصخصة جاءت بأوكلها يمكن في أمريكا مثلا في ولايات نتشجان وسط الخصخصة إلى خصخصة البنوك والقطاع الصحي والقطاع الخدمة التي لا يستغنى عنه الأفراد ولكن هي المشكلة إذا وجدت الخصخصة ووجدت رقابة الدول عليها جاءت بأوكلها وإن لم تأتي هذه الرقابة وجاء الفساد لا تأتي أوكلها الخصخصة خصخصة محسوبية بالتأكيد نتابع إذن مشاهدين هذا التعليق من هذا الحساب عن الفيس القطاع الخاص في الجزائر غير إنساني وجور متدنية وأوقات العمل غير مناسبة الشيخ راشد على الفيس الخصخصة بدون تنظيم يساوي هلاك الاقتصاد والعمال سمير حراني عندما تتجه أي حكومة بالعالم إلى الخصخصة بالقطاع العام يدل ذلك على فساد قاتل قد حل بهذا القطاع هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا لا أتفق عليه الخصخصة مفهوم اقتصادي ومفهوم اقتصادي عالمي وجاء بأوكلها في دول كثيرة جدا ولكن أين ركابة الدولة وأين الركابة على هذه الخصخصة وأين الركابة على الشركات الخاصة الخصخصة بتدفع بسيولة جديدة بتدفع بأليات عمل جديدة بتدفع بتطوير بتدفع بإنتاج جديد جدا بأليات جديدة جدا ولكن عندما يوجد الفساد وتوجد الخصخصة بتأكيد لا تؤتي أكلها طيب هو في الواقع حينما يتم تخصيص أو خصخصة أي شركة يحدث أمران الأمر الأول هو أن الحكومة تستفيد بسيولة مالية وفي الوقت نفسه هذه الشركة الشركة الخاصة تقوم بعمل تحسين في هذه الشركة فتتحسن الخدمات إن كانت هذه الشركة تقدم خدمات أو ما إلى ذلك أو السلع إن كانت تقدم سلع لكن في نهاية المطاف مقابل هذا التحسين ترتفع الأسعار المقدمة من قبل هذه الخدمة أو السلع لأنه في الوقت تم الصرف عليها من قبل هذه الشركة الخاصة والتي تريد في نهاية المطاف أن تستفيد ماليا وبالتالي العب يعود مرة أخرى على المواطن بأن السلع أو الخدمة ارتفعت بالتأكيد وفي الوقت نفسه المواطن يحتاج خدمة جيدة الخدمة الجيدة لا تقدمها الحكومات بالنسبة للرعاية لأنها لا تأخذ عليها أي عوامل خدمات فيتم تخصيص هذه الشركات لتقديم خدمة جيدة بأجور قليلة جدا تحقق مكسب للشركات وأيضا تقدم خدمة عالية للمواطن هنا يأتي دور رقابة الحكومة هنا عندما تأتي دور رقابة الحكومة تحافظ على مستوى جودة عالية لهذه الخدمة وأيضا تكلفة أقل مع مكسب قليل بالنسبة لهذه الشركات كما ذكرت وكما ذكرت أن الرقابة هي دور أساسي لهذه الحكومات على هذه الشركات التي تم تقصيصها لتقديم إنتاجية كثيرة جدا فيه أمثلة كثيرة جدا يمكن على سبيل المثال كما ذكرت مثل دول متقدمة كبريطانيا وأمريكا أيضا في البرازيل تم بداية فيها الخصخصة وجاءت تبك إلاه في القطاع الزراعي لأنه كان فيه رقابة ورقابة صاربة أدأت لهذه الخدمة نتابع هذه التعليقات الخصخصة استعمار محسن يرى ذلك على الفيس وهذا الحساب يسمى نفسه هذا الاسم هذا يثبت فشل حكومات لترك مجال أوسع للطبقة العليا كي تهيمن على الاقتصاد وتستغل الفرصة للثراء الفاحش على حساب طبقات أشع الخصخصة برنامج اقتصادي مميز ولكن فيه ظلم كبير ويستغل فيه جاهل ويستغل فيه جاهل صغار المستثمرين عندما تفشل الحكومات المتعاقبة تلجأ إلى هذا الاسلوب محمد علي يرى على الفيس الخصخصة تصب في جايب الحكومات هذا أول تعليق استعرضنا أشكرك شكرا جزيلا سيد تامر حسن المحلل المالي كنت ضيشنا في برنامج البورصة والشكر موصول لكم وأنتم مشاهدين الكرام لحسن المتابعة في الغد بإذن الله تغطية جديدة فكونوا معنا دائما نذكركم قبل نهاية هذه الحلقة بأن سؤالنا على صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر هو ما هو واقع قطاع الصناعات الحرفية في بلدك وحجم مشاركته في الاقتصاد وما هي مقترحاتكم لدعم هذا القطاع ننتظر الإجابات فكونوا معنا دائما السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة